طيب الخطوط يبدو أنها في مصر شوي تعبانة تفضل أخونا من الجزائر ولا المغرب تفضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي ورحمة الله وبركاته الله يبارك بيك رحمة الله على والديك تحياتك من الحضور الله يبارك بيك الموضوع أظن أنه هو حول حديث كتاب الله وسنتي وبركاته نعم أنت سني كنت سني آه كنت سني الحمد لله رب العالم تفضل وجد الله الحمد لله يعني أنا بس أريد أسئلك أول شيء أول شيء أنت الآن تشيعت وجد الله الحمد لله يا الله لك أنا فقط أريد أسئلك لأنهم ما يجاوبون الأخوان أخواني سووا ميوت بس لحظة لحظة خلا شوف هذا من ولي صوت آه عندك عندك المهم لا صوت طفلة فظاهر عندك الطفلة الله يخليها الله يخليها الله إن شاء الله تربى بعزك وإن شاء الله تكون من المدافعات عن محمد وآل محمد عليهم أفضل صلاة والسلام طيب أريد أفهم عندما كنت سني كيف كنتم تصدقون ولا تبحثون عندما كانوا يقولون لكم على المنبر النبي قال تركت فيكم كتاب الله وسنتي ودي أفهم هذه القضية حقيقة ما استوعبت صلاة يا أخي أتحبني أقول لك يا أحكاية في الآية الآية وكان أنه شير مقدس لكي باتنا فقط ما نبغي أحكي ما ثلاثة سنة من ديها ويأخذها بمجارة السنة بل حقيقة مطلقة حاجة أخرى ثانية كان من الناس تحب الدين وتقدس الدين ما يجيش في برهنة طيب اللي تشك ولا يلاحظة وعدها باللي لها فق المنبر ما عندوش معلومة واللي عندو المعلمة ويخبي فيها بالمعلمة إذا كان راح للمسجد وقعد يسمع للإيمام وعندو الإيمام حاجة كبيرة وخريفة فق المنبر لذكره باسم ربي جمحة باسم ربي جمحة باسم ربي جمحة ما عندوه ما شكش مين طيب اللي تجيش في برهنة بني هذي في احتماد بلا تكون خطأ ولا تكون اللي تكبر أي شي يحنا في جزال نوع منه الحاجة اللي للمدرس يكون حرم الإيمام في أخوة طبعا في جانازة في عرس في فرح في قرح الحاجة يقولون هذا الإيمام من جزء ونجيب الإيمام ونجيب الإيمام وهذا الإيمام هو في الأمام عندها حقيقة مطلقة وما كنش نجي رهيب منه ولا ولي راح داع واحدة بلي هذا الإيمام ما يعرفش ما عندوش معلومة ولا عندو معلومة ورعي غلطة ولا ما حدش ولا ما تهمش على الأقل دونك الإحتيامة بيش تكون نهديك مطلقة للمخطأ فأنت معلومة وش اللي خلانا نحن نفهم أمورها سيكو كان عادة هنا وقرأنا مدوجة مش لكو فاهم بس كو عقليا منطقيا ما تخدرش تنصحيها كان أمور كما حديث وكتب الله ورسوماتي غلطانا فيه بلا أن المعنى الحياة المعنى صحيح المعنى صحيح ولكن وقصد عن إبي صلى الله عليه وسلم ما كانش هاد الهدراء وما هدرش هاد الكلام الطالس إذا كان المعنى صحيح تكون مبني عليه وغدية المغلطة الكبيرة اللي صعد أما كلمة عي تراتي بيش تكون بيش تكون أمور والحا كلمة عي تراتي أنا ما قدر نضمن لك باللي تساهم بالميار من الشاب لمسلمين معامة الناس الميار شو ما يعني عي تراتي ما يعني شيaa نعم بيها منا ما يش سمع بيها ما عمش عارف كلمة عي تراتي وهم أصلا اصلا هم ما يهدروا بهذ عي تراتي عي تلاتي ما يهدروا بهي يهدروا سنتي فقط ممنوعة ممنوعة كلمة عي تراتي ممنوعة المشكلة نحن في المدد اللي كننا في المددد المالكي احنا في الزايل سيكو حديثته كي طابة الله يا سنتي باك اللو اللي هدر به الامام مالك كما يسموه إذا كان قال الإمام مالك حتى إذا كان مرسل من دون سند إذا كان فيه سند ضعيف جابه له وحد أخر ما نحبش نفهمه قالوا مالك في كتابه الموطأ الموطأ هذا ما عتفت بخاري عن الملكي ورد في الموطأ قاله الإمام مالك على سبع موما ما عمتنا هذا صحيح وما فيه شنقاش حتى إذا كان لح تنقش الإنسان من عوام النسوري حتى إذا كان مغلاما يقول لك أتنكر حديث السنيتي لا تنقش سنة النبي حتى لا تنقش سنة النبي ولكن إذا كان يقال للنبي يبدأ كلمه الآن يبقى سنة النبي يقول لكم أن يصرحوا بحقيقة المطلق الذي رأي منه كتاب الله وعيتراتي وهو حديث وصل لدرجة التواطر إذا كان يسمع كلمة وعيتراتي يبدأ صوراح ويبدأ الآلم ويبدأ تعطوك الصوراح على قدر الآلم ولكن يجبط لكلمة وعيتراتي يبدأ يشوفك أقرابا يشوفك أقرابا يشوفك أقرابا يشوفك أقرابا ويبدأ في العبارة من منا نزوم شعراء الله يبارك بك الله يرحم والديك شكرا لكم أخونا بارك الله بك إن شاء الله لهجة المغربية شكرا لكم جزائرية شكرا لكم أخونا بارك الله رحمة الله أنا إذا أحببت تعطيني بك ثانية واحدة بك ولكن ما تفضل كنت جمعت كنت جمعت عملت بحث الصور على حديث وسيتي ومدام صدقياتي أي تفضل ولقيت لقيت 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 بلي حديث حديث وسيتي والحديث أغلب الحديث الذين يستدينون بيه والحديث مسلم صحيح مسلم نعم 2408 الحديث هذا يجي تقرأ وتحوص فيه رؤية عن زيد بناء أرقم وهم ثلاثة من الناس على كلهم كانوا عن زيد بناء أرقم زيد بناء أرقم زيد بناء أرقم في 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 مرحوم الحديثة يقول لك بللي لقيت الورتيني ونقص حفظي ولا تحمليني ما أحدثكم به فخوله ولكن لا تحمليني ما لا أتحمله بالمعنى بللي الذي أحدثكم به خوله والذي لم أحدثكم به ما تسألوني عليه لا تسألوني عليه الحديث هذا المنطلق يبدأ بشكل بالمعنى ما تكبره وشكفة في حديثي ومساعدة الذي يلفت لإنتباه سيكون يفقر على لا تحمليني مالك وطيرك هي عن نفس الحديث ونفس السند مرني فيه نفس نبد أحمد ومساعدة يجب لك الحديث كما رأىه ولم يقل فيه كبرتي ونقصة حفظ المجعبة يقول لك بللي يحدثنا فعلاً في نفس المجلس اللي كان فيه زيد بن الأرقم عن المن يحيانا وبرد الله بن زياد عليه المعنى لعية زيد بن الأرقم يقول لك ما أبالك تحدث بحديثنا بسم حالة رسول الله واضح تحدث عن حوض وما حوض وما شبه واضح هذا زيد بن الأرقم هذا عباد الله بن زياد عليه يعني هذا يجبك تفهم لي كان من هذك الناس اللي يحربوا حديث الحوض ويحارب حديث النابي اللي يتبعو لتنسق بالعطاء ولو أنه حديث متواتر حديث الحوض يفضحهم كامل لكن وش لازم يدير لازم يحارب حديث الحوض وحارب الأحاديث الصحيحة التي تدول التنسق بالعطاء وأنها متواترة ويرو يتبع حديث مجرم اللي فيه الشك عدم اليقين والحديث اللي يمر بالمعق وهو أساندها يقول لك الحديث اللي يجب يكون صحيح في أعلى دواجات الصحة لازم يكون حديث مروي بي ثابت ولازم يكون الحفطاء الشديد والحفطاء هو جيد وهو ما شابه باك أنا أحب أن تنفهم كيف الشيخي ليحواديث المتواتر لإمام الطبر جمع فيه المجلدين في سنة دي هيباك وهذه كتاب الإشارة الفوقي لا يمكن أن يكون وضعوا ليحفظوا حديث المتواتر ويروحوا يتبعوا حديث اللي فيه الشك وفيه رواية بالمعنى وفيه نقص وفيه تهديد التهديد اللي لوعوية من عنده بيد الله بن وزير المشكلة الكبيرة هنا كيفاش تخلي حديث متواتر وترح تبدع حديث اللي بنعمر بالشوائب ونعمر بالنقائز هذا يخليك تفهم بالله الاحترال فيها فيها شك وفيها تحريف وفيها سياسة وفيها بزف قمور المحاربة لعائل البيت عليه السلام وبدأت ما ملوي حديث يترى متواتر وما فيه احترال وما فيه صلى الله عليه وسلم رواه ماشي خطر وماشي زوج ماشي ثلاثة رواه في هذه الخم برواية صحيحة رواه في حجة الوابة حتى إذا كان سرافيات شويش بساعدوا في غذائهم وجميع روايات الأساني صحيحة ما فيها أدنى شك هذا المفق المنابل اللي نسموه منع الكهانة يخبئوا هذا الحديث المتواتر ويرحوا يجبوا حديث لي فيها شك بالإشارة ثانية أضن يا كائن راوي اللي رواه أردت فيكم لو انتناسكتم به لانتظلوا من بعد أبدا كتاب الله يسابي أو يسابي بالإشارة ذلك الوقت التنقيد وتشكيل ما كانش ذلك أضن باللي كان فيها تصحيف اللي اللي رواها بسنتي ربما تحفها في الغلطة ذلك كتجمع هذا الحديث بسببي أو بنسابي اللي تشبه السنتي ذلك فيها شابه وتربطها بأحاديث العترة اللي ما فيها حتى شك أردت فيكم ما يتمسكتم به لانتظلوا من بعد أبدا كتاب الله وعطرة أهل بيتي فإنهما لا يفتلقوا حتى يريد علي الحر تقارنها بأحاديث كان لتفهم بالكتابة اللي كانت بمسابي ولا بي سببي لأهل بيت اللي هي العطرة رحوا هم يحرفوها ورجعوها سببي هذي بلوها فقلنا بل يحكو بها ونخلاص القناة وهذه السياسة هذي الكتابة هذي التجديد هذي التجديد اللي لا يفتلقوا الله يبارك بي أما كتاب الله وعطرة أفهمها ليه في طريقة حتى يريد علي الحل وتسمعنا سمين دك الحيارتات في درمانج يقولك هذي كتاب الله وعطرة أفهمها وكأنها هنزعنا حكمه وحكمه أفهمها 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 بلوهاد الحديث إنه فهم منها وشهن فهم منه لا يفتلقوا حتى يريد علي الحل أهم البيت وأهم البيت والنبي صلى الله عليه وسلم لا يفارقوش قرآن الكريم في فتاوة هنا في فهم هنا في فهم هنا في فهم هنا وماشي المفارقة الجسمانية الفيزيك فكيفاش فيزيك واشي اسمعه الحوارية والجسدين هين يشيون حدى الجسدين بسحرافهم معنا نعطيها فهمه القرآن وتفسير القرآن فتاوة غالبق يعني بالفقه بلوغة الشرعية يسموا الجرم يعني الشيء الفيزيكلي يعني الشيء الفيزيكلي يعني يفترق يعني مش واحد حامل القرآن يعني حمل حمل مادي مادي يسمى مادي نعم يعطيك صحة يعتك صحة بتهم المفرقة راه في المعنى راه في الفهم راه في الفتاة راه في الاحكام الشرعية من مستحيل فقط القرآن الكريم وهذا تاني دليل دليل الكبير بالليل فيها اسمه بس وإذا كانوا من مستحدي فرقوا فهم القرآن واحكامهم ماحش تعرض القرآن من مستحيل من مستحيل هذا يعني بلي جمال احكامتهم ماحش تكون بخلف القرآن الكريم ومدي فيها ليش همان ماسك سنت سنت بارك الله بيك وجزاك الله خير الجزاء بس اكد لي انت من الجزائر ولا المغرب من الجزائر من الجزائر رحمة الله على والديك وبرك الله بك الاسم مرة أخرى الاسم الاسم عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله شكرا لكم شكرا لكم مولانا بارك الله بك رحمة الله على والديك وجزاك الله خير جزاك شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا الله يباركك رحمة الله على والديك شكرا جزيلا أنا أطلب من كل الأخوات أن ينشروا هذا المقطع جزائري يتكلم باللهجة الجزائرية ويشرح حديث لماذا تشيع وحديث كتاب الله وعترتي وسنتي ملخص القول أنه قال هم يقولون كتاب الله وسنتي ولا يوضحون أن النبي لم يذكره وعندما سألته لماذا نريد أن لا تسألون أين اللفظ الصحيح يقول لا يسمحون لك هم يعرفون هذا الأمر وعندما نسألهم يقول المعنى صحيح ثم يأتون ويقولون لأننا مالكية فموجود في موطة مالك وتدري هناك المغرب والجزائر عندهم موطة مالك الإمام مالك شيء كبير فلذلك الكل يسكت وبعد ذلك تكلم في قضيتي أنه عترتي الملازمة بين العترة وتتطرق إلى موضوع العصمة وأنا متعمد أنه تركت الأخ يكمل لأن أريد هذا المقطع أن ينتشر بين الأخوة من الجزائر والمغرب حتى يفهموا اللهجة بارك الله بكم رحمة الله على وعدك شكرا